بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة الأكارم في حلقة جديدة من حلقات ريح الخزامة في موسمه الثاني والذي نخصص الحديث فيه عن بعض أبطال معركة بدر أعظم غزوات تاريخ الإسلام أيها الأكارم الثبات على الحق وتحمل الأذى منة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده وفي أول الإسلام رجال حملوا هذا الدين وفتنوا فيه وعذبوا عليه وأخرجوا من ديارهم بسببه فما لانت شكمتهم ولا هانت عزمتهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان فتلذذوا بكل عذاب في سبيله لقد ذاقوا من العذاب كل أصنافه وألوانه وكانت كلمات نبيهم كالبلسم على الجراح فعن أبي عبد الله خباب بن الأرط قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراقب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون نعم أفذاذ إذا لاطمتهم المصائب وأفذاذ إذا خاضوا المنايا ومن أولئك الأفذاذ الأبطال في الإسلام من نحن في ضيافته اليوم رجل من الحبشة عذب عذابا شديدا في رمضاء مكة حتى إن ورقة بن نوفل قال لأمية بن خلف والله لئن قتلتموه لاتخذته حنانا أي لاتخذت قبره منسكا ومترحما ومزارا إنه بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد بمكة وكان من الموالي وتقدم إسلامه جدا بدليل أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فمن معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به وجاء في قصة إسلامه وتعذيبه ما روى الوذين بن عطاء قال اعتزل أبو بكر رضوان الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فمر بهما بلال رضي الله عنه وهو في غنم لعبد الله بن جدعان مولاه فأطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الغار فقال يا راعي هل من لبن؟ فقال بلال ما لي فيها إلا شات منها قوتي فإن شئتما آثرتكم اليوم بلبنها فقال ائت بها فجاء بها فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلب في القعب وهو قدح يروي الثلاثة وشرب هو وأبو بكر رضي الله عنه ثم سق بلالا رضي الله عنه وأرسلها وهي أحفل مما كانت فقال يا غلام هل لك في الإسلام؟ وقرأ عليه القرآن فأسلم فقال اكتم إسلامك وانصرف انصرف بلال بغنمه وقد أضعف لبنها فقال له أهله لقد رعيت اليوم مرعا طيبا فعليك به فعاد إليهما ثلاثة أيام يسقيهما اللبن ويتعلم الإسلام ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاختفى في دار عند المروح فدخل بلال رضي الله عنه يوما إلى الكعبة وقريش في ظاهرها وهو لا يعلم فجعل يبسق على الأصنام ويقول خاب وخسر من عبدكم من دون الله تعالى فطلبته قريش فهرب فدخل دار سيده عبد الله بن جدعان فاختفى فيها فجاءوا إلى الباب ونادوا عبد الله فخرج إليهم فقالوا صبوت فقال ألمثل تقولون هذا علي نحر مئة ناقة للأتي والعزة إن كنت صبوت قالوا فإن أسودك صنعا كذا وكذا فدخل فأخرجه إليهم وقال شأنكم به افعلوا به ما أحببتم فخرج به أبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف إلى الرمضاء فبسطاه عليها وجعلا على عنقه رحا وقال أكفر بمحمد وهو يقول أحد أحد ومر بهما أبو بكر فقال والله ما تدركني بعذابه ثأرا فقال له أمية هو على دينك فاشتره منا ومما جاء في تعذيبه وثباته رضي الله عنه ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله تعالى بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس فما من أحد إلا قد أتاهم كل ما أرادوا غير بلا فما من أحد إلا قد أتاهم متل ما أرادوا غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطفون به في شعاب مكة وجعل يقول أحد أحد وقال عمر بن العاص رضي الله عنه مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء لو أن بضعة لحم وضعت لنضجت وهو يقول أنا كافر بالله والعزة وأميه مغتاض عليه فيزيده عذابا فيقبل عليه فيضغط في حلقه أي يخلقه فيخشى عليه ثم يفيق وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه حججت فرأيت بلالا في حبل طويل تمده الصبيان وهو يقول أحد أحد أنا أكفر بالله والعزة وهبل ونائلة فأضجعه أميه في الرمضاء وعن عمير بن إسحاق قال كان بلال إذا اشتد عليه العذاب قال أحد أحد فيقولون له قل كما نقول فيقول إن لساني لا ينطلق به ولا يحسنه وروي أن بلالا قال أعطشوني يوما وليلة ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار وقال عرو بن الزبير كان بلال من المستضعفين من المؤمنين وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون وصبر بلال رضي الله عنه على شدة العذاب وهو ثابت على إيمانه لا يتزحزح حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا ولما أذن الله تعالى بالهجرة إلى المدينة هاجر بلال مع المهاجرين فلما كانت غزوة بدر وانتصر المسلمون على المشركين تحقق لبلال قصاصه ممن عذبوه وأولهم أمية بن خلف قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجى أمية ورفع سيفه ليقطف الرأس الذي لطالما أثقله الغرور والكبر فصاح به عبد الرحمن بن عوف أي بلال إنه أسير 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 والحرب مشبوبة دائرة أسير وسيفه يقطر دما مما كان يصنع قبل لحظة في أجساد المسلمين لا ذلك في رأي بلال ضحك بالعقول وسخرية ولقد ضحك أمية وسخر بما فيه الكفاية سخر حتى لم يترك من السخرية بقية يدخرها ليوم مثل هذا اليوم وهذا المأزق وهذا المصير ورأى بلال أنه لن يقدر وحده على اقتحام حماء أخيه في الدين عبد الرحمن بن عوف فصاحب أعلى صوته في المسلمين يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا وأقبلت كوكبة من المسلمين تقطر سيوفهم المناية وأحاطت بأمية وابنه ولم يستطع عبد الرحمن بن عوف أن يصنع شيئا وألقى بلال على جثمان أمية الذي هوى تحت السيوف القاسفة نظرة طويلة ثم هرول عنه مسرعا وصوته الندي يصيح أحد 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 وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بالجنة ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي وعاش بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد معه المشاهد كلها يؤذن للصلاة ويحيي ويحمي شعائر هذا الدين العظيم الذي أخرجه من الظلمات إلى النور ومن الرق إلى الحرية وعلى شأن الإسلام وعلى معه شأن المسلمين وكان بلال يزداد كل يوم قربا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصفه بأنه رجل من أهل الجنة لكن بلالا بقي كما هو كريما متواضعا لا يرى نفسه إلا أنه الحبشي الذي كان بالأمس عبدا ذهب يوما يخطب لنفسه ولأخيه زوجتين فقال لأبيهما أنا بلال بن ربح هذا أخي عبدان من الحبشة كنا ظالين فهدان الله وكنا عبدين فأعتقنا الله إن تزوجونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وذهب الرسول إلى الرفيق الأعلى راضيا مرضيا ونهض بأمر المسلمين من بعده خليفته أبو بكر الصديق وذهب بلال إلى خليفة رسول الله يقول له يا خليفة رسول الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل عمل لمؤمن الجهاد في سبيل الله فقال له أبو بكر فما تشاء يا بلال قال أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت قال أبو بكر ومن يؤذن لنا يا بلال قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بل ابقى وأذن لنا يا بلال قال بلال إن كنت أعتقتني لأكون لك فليكن لك ما تريد وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له قال أبو بكر بل أعتقتك لله وكلنا لله يا بلال واختلف الرواة فيروي بعضهم أنه سافر إلى الشام حيث بقي فيها مجاهدا مرابطا ويروي بعضهم الآخر أنه قبل رجاء أبي بكر في أن يبقى معهم بالمدينة فلما قبض وولي عمر الخلافة استأذنه وخرج إلى الشام أيها الأحبة مكث بلال مرابطا في الشام فلما زار عمر الشام قابله بلال روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال لما خطب عمر رضي الله عنه فعاد إلى الجابية سأله بلال أن يقره بالشام ففعل ذلك ومات بلال بالشام زمن عمر ولما احتذر سمع امرأته تقول وَا حُزْنَاهْ وَا حُزْنَاهْ فَقَالَ بَلْ وَا طَرَبَاهْ غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبة فكان بلال يمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء كما كان وهو يعذب في مكة يقول أحد أحد يمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فلله دره ما أشد صبره وما أعظم ثباته في حياته وعند مماته ومن سيرة بلال وثباته نتعلم الثبات على الحق ولو كثر المبدلون والناقصون وندرك أن عاقبة الصبر نصر عزيز وفوز كبير فبلال رضي الله عنه صبر على الأذى في مكة معتزاً بإيمانه شامخاً في ثباته لا يجد كلمة أشد إغاظة لأهل الكفر من كلمة التوحيد فكان يرددها أحد أحد يريد توحيد الله تعالى ونبذ شركهم ثم عتق بلال وهاجر وعوفي من البلاء وارتاح من العذاب واغتنى من الفقر وحاز الأجر والشرف وفوز الآخرة أعظم وأكبر بينما مات معذبوه شر ميتة في غزوة بدر وعذاب الآخرة أشد وأبقى فهنيئاً لمن تميز بالثبات على دينه وتسلح بالصبر على ما يصيبه وابتغى الأجر دون العاجلة ونظر إلى العاقبة دون الحال الحاضر فإن الله تعالى يغير من حال إلى حال ويعز الأذلة الضعفاء وينصرهم ويذل الأعزة الأقوياء ويهزمهم ورد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً جزى الله خيراً جزى الله بلال عنا خيراً وصحبه الكرام وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها الأحبة ها قد قدمت إليكم بلال وها قد أعطيتكم نفحة من سيرته وإن كنت لم أقدم عنه شيئاً وهذه الصفحات وهذا التاريخ يريد صفحات وصفحات ووقفات ووقفات فليعذرني بلال بن رباح عن تقسيري جمعنا الله عز وجل ببلال وصحبه ها أنا ذا أيها الإخوة أودعكم على أمل اللقاء بكم فحتى ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة